السلام عليكم ورحمة الله متابعين الأعزاء مرحبا بكم مرة أخرى على القناة كالعادة في إطار استعداد الفرد الأول دل الدورة الثانية بنسبة المستوى السادس الابتدائي هذا نموذج دل مادة لغة العربية إضافة الناموذج كنين عدة نماتج سواء في العربية أو في جميع المواد كنخليهم لكم في الرابط أسفل الفيديو وكذلك كروابط لكتهم استعداد الانتحال موحد الإقليمي هناك عدة فيديوهات سواء دروس سواء فقع المواد اللي غدي تمتحنوا فيها ان شاء الله في الانتحال موحد الإقليمي كنخلي لكم الدروس ديالها ونماديج امتحانات اللي خدموا لها ان شاء الله لوليدات استعداد الانتحال موحد بالنسبة للمجموعة ديال الدعم الخاصة فهي يعني لازالت مفتوحة اللي بغي يتسجل معنا يتواصل معنا يعني عن طريق اقتصال هاتفي على الرقم اللي نخليه لكم أسفل الفيديو إذا نبدأ قراءة الناس والإجابة والبيئة يعود إلى بداية ظهور الجنس البشرية على كوكب الأرض والبيئة منذ أن وطأتها أقدام الإنسان حوالي مليوني عام تلبي مطالبه وتشبع الكثير من رغباته المتوالية واحتياجاته الكبرى وكان من نتائج السعي إلى إشباع مختلف الحاجات البشرية مع الزيادة السريعة في السكان أن تزايدت الضغوط على البيئة نفسها بشكل لم يعد يتناسب وإمكانيات هذه الأخيرة يدل على ذلك استهلاك مفرط الموارد البيئة وتعد صارخ لطاقتها على استيعاب النفايات الناتجة عن الأنشطة البشرية وتجاوزت المتطلبات الخطوط الحمراء في بعض الحالات بدرجة أصبحت تشكل خطراً على توازن الغلاف الجوي كما هو الحال بالنسبة لطبقة الأوزون ذاتها والتي تحمي البيئة جميعها من تنامي الأشعة فوق البنفسجية وزيادة نسبة غاز ويقصد الكربون في الهواء وغير ذلك من التغيرات التي انعكست على المناخ كل إذا سنقرأ أول سؤال شكل ما كتبه في النص بخطين مضغوط يعني بخط كبير نحاول نشكله بين الإنسان لا داعي بعد مرات أنا نشكله يعني المدود يعني المدد كي يكون معروب وتشكله يشكله يعني أنت والأستاذ ديالك شنوك يطلب منك التفاعل بين الإنسان و إما البيئة أو للبيئة كل واحد كيفاش يقراها والبيئة يعود إلى بداية ظهور الجنس البشري على كوكب الأرض والبيئة منذ أن وطأتها أقدام الإنسان حوالي مليون مليون عام تلبي مطالبه وتشبع الكثير من رغباته المتواليات اللي عنده صعوبة في الشكل اللي كدي أخطأ الشكل خصو يقرأ بزاف اللي عنده مشكلة في الشكل خصو يقرأ بزاف باش يتعوذ يعني على الكلمات ويعني لأنه نحن نشكله ماشي دائما كنستعملوا القواعد القواعد كتكون ضمنية يعني باش تعرفوا رفاعل مفعول بيا رخصو يكون مرفوع رخصو ولكن ذاك شيء كنتعوذوا عليه بكثرت ما كنسمعوا يعني لغة عربية سليمة بكثرت ما كنقروها المتوالياتي واحتياجاتي الكبرى وكان من نتائجي السعي إلى إشباع مختلف الحاجات البشرية مع الزيادة السريعة في السكان الزيادة فاهم المقرو بالنسبة لفهم المقرو ما يكون فيه ما زال هنا ما كانش يعني سواء شبكة الكلمة شبكة المفردات أو العائلة كلمات ما كان يشفه نموذج هذا ولكنها كيكونوا فيه وبالنسبة الامتحان نرى نفس الطريقة بجداز الامتحان ديالطورة الثانية بالنسبة الإطار المرجعي نضع عنوان مناسبة للنص نرى النص على الإنسان وعلى البيئة نكتب بكل بساطة الإنسان والبيئة إذا ما إنسان الإنسان وإنسان كنسان والبيئة نبدأ إلى مادة Third إلا م أدى الموسك الموسك هل ليس أ 주고 إنسان الإنسان نتائج سربيه منها زياد الضغوط على البيئة واختلال توازن الغلاف الجوي ديالها وتغير المناخ من هنا ندوي على المشاكل تزايد الضغوط على البيئة خاصا بعد ما سهلنا الموارد ديالها واختلال توازن البيئة إذا ندر هنا أدى إلى تزايد الضغوط على البيئة واختلال توازن غلافها الجوي وتغير المناخ أضع علامة أمام فكرة التي يتحدث عن هالنص واش النص يتحدث عنه حب الإنساني البيئة أو التعاون على استغلال البيئة أو المحافظة على البيئة كنتكلمه على المحافظة على البيئة مهم لك النص مازل غير يتكلم على المحافظة على البيئة وكهنا يعني سندوي أكثر على المشاكل اللي كتعيشها البيئة يعني مع الاستغلال المفرط اللي كده الإنسان البيئة دون يعني ما يفكر في النتائج السلبية دياله أضع سطران تحت نوع النص هل هذا النص حكاية مقالة خطبة أو رسالة إذن الرسالة كتعرفوا عناصر ديالها الحكاية إحنا ممكن حكيه وش خطبة ما عنديش خطبة إذن هنا عندي مقال استخرج من النص النص صعف والمرادف تحقق وضع إذن تحقق هنا في النص غد يلقى تشبع وتشبع الكثير من رغباته تشبعها يعني تحققها إذن هنا تشبع إذن هنا وضع هنا غد يلقى تقريبا مهم وطأة ممكن تكتبه والبيئة منذ أن وطأتها أقدم يعني منذ أن وضع قدميه على الأرض إذن غنكتبو هنا يا وطأة عنا ضد إنتاج إنتاج ضدها هي استهلاك ونلقوها في النص استهلاك استهلاك مفرد إنتاج استهلاك من اللي تكون كتقلب على ضد أو لمرادف عرف راسك إذا كان عندك فعل رغتلقاه فعل فعل اللي كان مضارع رخصك تلقاه فعل مضارح فعل الأمر رخصك تلقاه فعل الأمر رخصك تلقاه فعل فعل الأمر رخصك تلقاه مصدر لك ذلك أمنا يعني الأمن ضدها الخطر أعرف راسك غدي تلقاه أو الثاني يعني مصدر أو لا اسم أو لا مهم لا حسدك شيء عندك هنا غدي تلقاه في النص إذن في كين خطرا تشكلوا ها هي خطرا وتشكلوا خطرا أمنا خطرا ما دور طبقة الأوزون في الغليف الجوي طبقة الأوزون معروفة أنها تحمي من الأشعة فوق النفسجية الصادرة عني الشمسة التي تحمي البيئة جميعها من تناميل أشعة فوق البنفسجية إذن هنكتبوا تتمثل ولا يتمثل 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 دور طبقة طبقة الأوزون في حماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية 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 عفوا البنفسجية إذن غادي ندوزوا الصرف والتحول أملأ الجدول بما يناسب بما يناسب اسم الآلة وزنه إذن حارثة عنا محراثون على وزن مفعال مفعالون مفعالون ميمحاتون جسم فعل محا يمحوا إذن مفعالتون مفعالتون طبعة إذن مطبعتون مطبعتون مفعالتون 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 أكمل الجدول بما يناسب إذن الفعل اسم التفضيل وزن أفعال لا يكED ceiling إلا أنها هدن مفعالة مفعال مفعام acquiring مطبعتون ما يكون مفعال مفعرة مفعل كبن Recovery مفعال 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 يمكنني워서 إسم تفضيل على وزن أفعال إسم تفضيل من الأفعال التالية ثم أؤنثه يعني رجع مؤنث أكبر أكبر كبرى حسن حسن عظم أعظم عظم إذن هذا إسم تفضيل المؤنث من الأفعال أملأ الفراغ بإسم تفضيل مناتب الجمل الحيوانات صبرا إذن هنا نكتبه أكثر أكثر الحيوانات صبرا التفاح ممكن نكتب ألد الفاكهة طعما أو أحلى الفاكهة طعما ممكن ندر ألد الفاكهة طعما أحلى أحلى التراكب وحول الجمل التالية إلى الجمع المؤنث الساليم بالنسبة للجمع المؤنث الساليم اشتركوا فيديو في مراجعة لجميع دروس التراكب والصرف والتحويل والاملاء والقواعد جيد وكل ما تحتاجه ان شاء الله استعداد الامتحان وتكشريكين في الامتحان نره وليكين في الفروض بطبيعة الحل اذا بالنسبة لجمع المؤنة السالم اما تكون عنده الضمة كنقول مرفوع بالضمة والمرفوعات اما يكون مبتدأ اما يكون خبر اما يكون اسم كانا واخواتها اما يكون مفعول بي اما يكون نعت مثلا نتابع المنعوتي اذا مثلا عندي عندي مثلا البنت غت مشي البنتون نديرو مثلا الطفلات جمعوا ان تسالم الطفلات بالضمة كانت عندي الطفلاتي طفلاتي ولا الطفلاتة جمع المؤنة تسالين ما كياخدش الفتحة ما كياخدش الفتحة واخا كيكون منصوب وامتى الاسم كيكون منصوب إلا كان مثلا مفعول بي كيكون منصوب إلا كان خبر مثلا كان كيكون منصوب كان اسم إنا كيكون منصوب هادو بعض المنصوبات في اللغة العربية إلا كان منصوب ما كيكونش منصوب بالفتحة كيكون منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لا قلت التقيت مثلا الطفلاتي التقيت فعل وفاعل اللي هو أنا الطفلاتي راه مفعول به مفعول به باش ما كييكون مفعول به كيكون منصوب ولكن بما أنه جمع مؤنت سليم عنقل منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنت سليم جمع مؤنت سليم دائما عنده الكسرة اذا هنا الصانع بارئ البارئ هو الذي يتقن عمله اذا هنا الصانع дня بغي ترجع جمع مؤنت سليم يقوم مقول الصانعات وش مقول الصانعات ولا الصانعات إذن إلا كان مرفوع يبقى هنا مرفوع معدناش مشكل فالرفع في الضمة إذن الصانعات البارعات هن اللواتي هن اللواتي يتقن يتقن عملهن 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 الطاقة تدير المحركة فتنطلق المركبات إذن الطاقة تدير المحركة فتنطلق المركبات إذن هندير الطاقة تدير إذن هندير المحركات هندير المحركات وش هندير المحركات للمحركات تدير المحركات ستقولي عند الكسرة لان هي ما كتشتش الفتحة فتنطلق المركبات معناش مشكيل فالرفح املأ الجذول بما يناسب جمع المؤنة السليم اعرابه تكتب المعلمات النص اذا جمع المؤنة هنا هو المعلمات علامة اعرابه الضم الظاهر ان السيارات جديدة اذا ان ناسق حرفي اسمه كيكون منصوب اذا هنا السيارات السيارات لو بغيت تعرف الاصل يالك ترجعها مفرد ان السيارة ان السيارة اذا فهو منصوب يكون منصوب ولكن بما انه جمع المؤنة منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة اذا نكمل في الطاقات المتجدداتي فوائده للبيئة اذا هنا الطاقات اسم مجرور فهو علامة هذا اعرابه مجرور بالكسرة ما عندنا مشكل فقط في النصب ما كيكون منصوب بالفتحة كيكون منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة هنجيول هنا يا التوكيد توكيد لفضي ولا توكيد معنوي عادة احمده احمده اذا التوكيد هو اما كيكون لفضي بتكرار اللفض او المعنوي باحدى العبارات يعني ديال جميعو نفسو كلا يعني كيلتا بالنسبة المؤنة هادو عبارات تفيد توكيد المعنوي اذا هنا يا التوكيد هو احمد اذا فهو توكيد لفضي قيروا علامة هنا هنا استعملت الطاقة نفسها اذا هنا يا نفسها فهو توكيد معنوي هنا عندي المصابيح جميعها مشتغلتون اذا غنقر هنا يا التوكيد جميع أو لا جميعها إذن فهو توكيد معنام غدين جيوا هنا مكويل الإملاء أعيد كتابة الكلمات الخطأ صحيحة إذن كذلك لكل الكلمات التي يخالف نطقها رسمها إذن كذلك عندنا لكن كنت تكتب بالألف الذين الذين هذكي الذين أن طاوس يعني مشي بالضرورة يجيب أن تحدث طاوس وداود ممكن نكتب نخلي هذك الواو ممكن نحدثها إذن عمر هذي عمر هذي رأي صحيحة لخلينها بحلقة كان خاصة تشكل إذن عمر عندها الواو تنطق ولا تكتب علاش باش نفرقو بين عمر وعمر عمر كتكتب حلقة إذا شفتي عندها الواو لا تنطقها عمر تنطقها عمر صافي وهنا داود تهي ممكن تحيدليها الواو صافي إذن كتبلي هنا فيما تفكر كتبلي فيما تفكر هنا عما تتبلي عما عما يتساءل عما من ماذا تحضر تتبلي مما مما تحضر بما تنشغل تتبلي بما بما تنشغل هنا يعني عنا التعبير الكتابي كتابة حكاية يعني حقيقية اكتب حكاية عشتها أو سمعت بها يتم فيها تهديد اسمته سلامة سلامة البيئة بسبب الاستعمال مفرد للطاقة الملوثة الملوثة للبيئة هنا مدوثة البيئة وأقترح فيها بعض وسائل ترشيد استعمال الطاقة عندما كنت صغيرا أو لا صغيرة كان هناك معمل ملاصق للحي الذي كنت أعيش فيه وكان دخانه ناتج عن استعمال بنزيل لتشغيل المحركات ينتج دخانا أسود يغطي المنطقة بأكملها تضررت سكان الحي كثيرا من الهواء الملوث وانتشرت بينهم أمراض صدرية مزمنة فقرروا التوجه إلى المعمل لمحاورة صاحبه حيث اقترحوا عليه استعمال طاقات بديلة آمنة للحفاظ على البيئة وصحة السكان استجاب صاحب المعمل لطلب السكان وقرر الاستعانة بألواح الطاقة الشمسية للتشغيل محركاته فالسعاد الجو نقاء وتعافى سكان الحي تدريجيا من آثار الهواء الملوث حاولت نكسب لكم قصة على حساب المستوى بسيط بها الطريقة هذه وممكن نزيد فيها حواج خورة لانا اقترح فيها بعض وسائل تشيد استعمال الطاقة ما كان مشكل البيئة هو هذا اللي قلنا انه تلوث الهواء وهو يعني الوسائل هو انه استعمال بألواح الطاقة الشمسية اذا كان هذا هو النموذج ان شاء الله معنا مديج اخرى بتوفيق والى اللقاء